السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمن داكير على القناة داكير إنجليش المصطلح ميتين وجوش كيفية النطق هاد إي ماجيسكي تنقروا إي إي غيفت 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 ما نقرواش إي غيفت نو قاوة غيفت 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 يانون يسم غاماتيكال يانون المعنى هي هدية يعني هدية نتنقر ناتيرل غيفت يعني هدية طبيعية يعني ربي أعطك ذيك الهدية أوكي وإلا قلت يعني مثلاً يعطي تيه هدية أعطي تيه بريزنت يمكننا نقوله غيفت ولا بريزنت لا مهم شوز نفس الشيء تالنت هي واحد الموهبة الموحيط دي الإنسان تقدر يساعد أي واحد يعني الهدية اللي أعطيها لك الله والموهبة والموحيط تيساعدوا أي واحد عودوا معيها ناتيرل غيفت تالنت انفيرمنت مي أولسو هلب إفريوان ده بغض ينقرأوها بسوط مرتفع وبسرعة أكثر ناتيرل غيفت طولنت ترجمة نانسي قنقر